ريحة لأطراف تونسية في الداخل التونسي قلت أنها ظالعة في عملية الاغتيال كيف ذلك؟ هو في الحقيقة اغتيال الزواري تلاه اغتيال الحقيقة أو محاولة اغتيال الحقيقة نحن وهذا ما نعيشه اليوم بشكل مقصود؟ طبعاً لماذا اغتيال الحقيقة؟ لأن هناك أطراف حين اقولوا احنا من صنف خاص ثم تكون سياسية ثم آلمية كما خلف الله ثم المستشار في القصر الرئاسي اللي اعطا تعليمات باش يسرحوا الصحفي موافر دي اللي جاء غطى الجريمة بو الصحفي هذك كان يغطى الجريمة وهبط الاسفاقس وعمل التقرير قدام الزوار الداخلية كان بأذن من السلطات التونسية؟ لا ما كانش عنده ترخيص هو يبدو أنه كان يشتغل لفائدة شركة انتاج أجنبان استقرار في تونس المعضو الترخيص سيرقوه فيقول أنه في القصر الرئاسي مستشار في قصر قرتاج اعطاه الموافقة أنه يقوم بالتغطية هو يعرف هويته؟ يعرفوا ويعطا تعليمات لغرفة العمليات بإطلاق سراحه لأنه ضبط وهو بصدد تصوير أجزاء مزارة داخلية يعني تحرى معاه ضابط تابع الأمن السياحي واستشار يعني تغرفة العمليات فقيل له أنه صدر الأمر بإخلاء سبيله نعم في حين أنه القضاء متعهد بالموضوع يعني كان الموضوع يقتضي من ناحية الإجرائية أنه لما وقع ضبطه يحال على القاضي المتعهد على الأقل بلكش عنده فكرة على العملية وكيل الجمهورية يعلموه وكيل الجمهورية يحال على القضاء لأنه المفتوح هو ضبط يوم الثمانتاش وتحقيق تعهد يوم الثمانتاش بل بعد بيومين ضبط معناه المفروض كل ما هو من هو إداري ومن هو سياسي لا يتدخل في الموضوع يعني اختصاص مطلق للقضاء ولكن واقع يعني هنا تواطع كبير في الإذن بأعطاء الأوامر بتسريحه وهو طبعا حتى حلوله في البلاد يعني دماء وصل تخل نزل لأفريكا جاب باسبور ألماني العون خاطبوا بالألمانية قالوا ليه ما نعرفش الألمانية وفي الباسبور كاتب منصوص على أنه قادم من تل لبيب عبر روما فهو توجه العون هذي توجه للشرطة ولكن مثلا ما حد تحرك يعني يعني يبدو كان يتمتع عون استقبال ولا عون أمني عون نزل في الاستقبال خاطبوا بالألمانية قالوا ما نعرفش لأنه غزور الباسبور يلقاه المانية هذا فيما يتعلق بالصحفي أي بالصحفي بالنسبة للموضوع الخطير جدا هو أنه هناك يعني ناظر أمن تابع فرقة الرشيات في القروان هو الذي كان مشارك في حجز النزل للقتلة ثم تأمين الطريق لهم ناظر أمن تونسي نعم تابع فرقة الإرشيات في القيروان كان مشاركا في حجز المجموعة هذو فرقة كيدون اللي اغتالت معناه هذو البوسنيين اثنين بوسنيين هما في الأخر زوز بالباسبور بوسني بوسني هما اللي قاموا بالإطلاق النار تنفيذ الاغتيال تنفيذ الاغتيال يعني ما نحجز لهم عشية قدومهم لتنفيذ الاغتيال ولا حجز قبل الفرقة الأولى اللي جاءت للإستطلاع اللي دخلت عن طريق البواد لا حجز لم يوم 14 وتنفيذ كان يوم 15 في نزل القصبة في القروان ثم هما انتقلوا للإصفاقس بش يستطلعوا المكان وعادوا يوم 15 لتنفيذ العملية مباشرة هو أمن لهم الطريق لأنه يعرف وين الحراسة الموجودة فأنا مرحلة من الطريق ورجعوا عن طريق القروان يعني نفس ما مشوش الطريق السريع الطريق السريع في الكاميرا وكل فون ومخذو بربي بعد الاغتيال سيراؤوف حسب الملف المجموعة العملياتية لأطلقة النار من صفيقس رجعت خرجة من تونس منين حق الويد وحديش ننص التليل تقريبا هما دخلت ما خرجه هما دخلت ما خرجه هما دخلت ما خرجه هما دخلت ما خرجه في بطول عادي بتاعنا متاع السفر هما دخلوا عاملوا توريز مخفش جنوة جووا من سفينة اللي تأمن جنوة تونس ورجعوا روحوا في نهارتها الـ 11 ونص بتعليل في نفس السفينة في نفس السفينة عبر حق الويد طبعا والسيد الناظر هدائي الأمن وتابع الإرشاد في القروان هو اللي أمن لهم طريق حتى العودة طبعا المكان اللي في حراسة ولا في مراقبة أمنية كل هو ينبههم أمطي 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 سفين هو سيد هذا موقف سيراوف هذا؟ لا شنين لي؟ لا موقفوش هذا المشكلة تو المشكل الكبير هو أنه متوقفش سامحني سيراوف لدي كيفش عرفت بالضبط معنا بحث وقال لكلم هذا ولا الأبحاث تقول هذا لا لا عندي تقرير سري مطلق من وزارة الداخلية يتحث عن موضوع هذا معناه فرقة ذيك مصلحة مصلحة اللي يسميهم المشتركة ذيك مصلح مشتركة والإستعلمات والإستعلمات هاي لي كدبا التقرير وطالبي يحطوا على مدد الشرف ليس من أجل يعني العمالة لفاية الموساد ولكن لمخلط المنحرفين لأنه منسوب له زد سرقة ذهب محجوز ومنسوب له يعني خدمات بالفلوس نتصور نتصور لا هم يقولوا أنه كان يلتقي بأعوان الموساد خرج البلد وعبر تطبيقات هذا الواتساب والسينام هذا في التقرير السري اللي موجود عند الإخليين في التقرير السري هذي معطيات كلها وتقوليش سيد بزيلي بباشر احنا آخر ما سمعنا أنه نقلوه المستير ما سميش يعني ما سميش ثم احنا التقرير هذا قدمناه لدير تيهم اللي هي تحقيق درجة ثانية تسمع ولكن دير تيهم ما جاوبتنيش بالكل عايت تطلوش يا بحث دائما ما عايت تطلوش بتبيعنا قدمينه بشي يعطينا تعيضوا لكن ما عايت تطلوش بكل تجاهلت الأمر تماما هذي في عام سيروف انتوا ما عملتوا شي هذا العام هذا سنة صار دير تيهم هذي طبعا هاي ايضا سيروف خلينا في المعطيات هاي بعتنا ونمشيوا للتعليق دير تيهم دير تيهم يعني أحالت ذيك مهاء بن حمودة سامي ذيك المليان وساني السعداوي هذا مش روم يا سيروف ثم مهاء بن حمودة كان تم كلفة بتطبيق خطة ألف لأن المساعد عمل خطتين أثنتين هاي خطة نحن رئيسية وخطة احتياطية هاي الخطة الاحتياطية هذي اللي فيها سامي المليان قولوا ما هذوما سامي المليان شي عمودة هذوما معناتها جاوا من الخارج هما مهاجرين وينسا ايه وحاولت هي معناتها تغدق عليهم برشا فلوس وفي الأخر طلبت منهم أنهم شارت لهم كل واحد سيارة وهما كانوا حشتم بسيارة اللي فيها هايك الباب اللي يمشي على السكة ايه باش يحلوا ويختالوا كل وقالت لهم تحطوا المفتاح فوق العجلة هذو همتني قبل بـ 24 ساعة هذوما ولكن هم شكوا لي العملية فيها معناها خطورة وأنها قد تكون يعني من صنف الجرائم المنظمة هاي ففروا وراجعوا وهربوا الجربة يعني هذوما لكن وقتها تنفذت العملية بوسط السيارات اللي تولدت اكتراهم هذية مهابا حمودة وحطت المفتاح فوق العجلة هذي مواردة تونسية عايشة في تونس ولا عايشة في الخارج هذي معناتها خرجت الكلية التصرف ووقعها استقطابها ثم ووقعها استدعاها للفيينة وعدة مدن وأقامت غادي في نوزل على الساس أنه تقول هي أنه قالوا لها احنا معناتين بواد بروديكشون معنا هذا فمتني باش ننجو فيلم حول الإنجازات العلمية في تونس لفيت قناة ماليزية ولكن المشكلة هو أن عمرها وراوها وين هالبوات هذي ما تماش بوات فيعني ثم نقاط غامضة هل هي ورطوها هذي حاجة وولت تحت الابتزاز تحت الابتزاز وكل هذه مش موجود في الملف ولكن هي معناه كانت جاراتهم في كل شي نفذته بحذافيره حتى أنا صورت السيارات اللي اكتراتهم في المكان وثما كما قلت باقي بقاءت نقاط غامضة أين هو الأمن في سفاقسه لأن عون بلدي اتفطن إلى وجود السيارة هذي نوع ميتسي بيتي باجيرو اللي جاء عليها القتلة بيتها غادي في سفاقس وحتين كاردونا على البلاكة المتريكولاسيو فاكلم الشرطة كون شرطة ما ارددش فاعل ثم تعدك السيارات قعدوا 48 ساعة ربضين يخي ما يجبوش لانتباع فاكلم ثم كيف جاء السحفي هذي السحفي يعني تصل اللي هي كانت وراء الموضوع هذي يسميه إسرائيلية عندها الجنسية النمساوية اسمها أما إيريس كوين هذي 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 تصلت بواحد اسمه عماد بوسلامة عنده أجرز دو وياج اللي تابع بوشبل سعيد بوشبل في مقرين مهمته تمشي كده زيت فوق الماء ومكلمت كلمت عماد بوسلامة عماد بوسلامة يكلم شاوش في وزارة المالية عنده مرته عنده غولف دو وقال ديما نستعملوها السيارة هذه قرر بذلك معنا تم شبكة يعني خلايا نايمة يعني تخدم في يقضي حاجتم بهم يخدموا به لأنه هو كيبش يهبط الاسفاق ممكن يخي يهبط في بواتير لوكاسيون باش الحرس يمكن يوقف لا هو هبط في سيارة غولف دو متاع السيد في وزارة المالية متاع زوجتو في حمام لنف وجاب صديقه باش عمر السيارة تظهر كلها تونسية وجاب ولدو اي هو شيقول يقول انو كي يمشي المطار يحب يسأل انو يكتري سيارة لل قالوا له 300 دينار اي لكن انتي قدش كراء السيارة قدش تفاع السيارة هذه الغولف دو تفاع 300 أورو ومن 900 دينار 100 دينار اي واستغلت 100 دينار و تفاع تفاع معناتها ثم وجود عائلة كاملة معها عائلة كاملة معها مولايد الزغير الاسفاقس اي ولكن هذي وصل الاسفاقس هو جاء نهار نهار 16 في الليل 17 قد الاسفاقس دق على الدار حلول الباب حلول وولد شقيق الحمد الزباري ودخل للدار لكن وينه محمد زباري وشقيق محمد زباري وين أرملته موجودين في الشرطة عاملين لم سدعاء وقعدين يستناء في الشرطة ويبدو حتى العملية تم معنا كان ينجم لهذا الجاسوس الإسرائيلي يعني مجبز مسدس يقتل اللي حب تدخل دخل الدار وصير توقهم عندهم مستجد كلهم بكاتم الصوت أنت بنسباليكسي عبد الرؤوف في ذهنك أن هذا الصحف الذي قام عليه القيامة وعمل النقل مباشر يعني وزارة دفاع الإسرائيلية نعم وبالتالي يعني العملية كانت على غائم الخطور أين هو الأمن فماش أمن طيب أنت هذا ميت البارح وانت مغدو مثلا مش حتى شوية حراسة مراقبة دار شكون يجيها شكون يرجع شكون يرجع يدخل الجاسوس حتى للدار تغافل حسب رأيكم وعليش تستجلب الشقيق والزوجة الشقيق وأرملته تقول أنت اللي تهيئت لو الوضع بش يدخل الدار بش يتم العملية دون تشويش شي فارك أي دون تشويش ما يتشويش السرائيلي فهمتني هو جاء يصور الانتصارات أثر الرصاص أثر الدم كان الدم ما زال موجود يعني فقط تراب تبجحوا بالعملية ولكن سيرووف زدت وأكثر من ذلك في مورات هدي المواف غدوة من الغدوة يعني ضبطوه الأمن بحث وزار الداخلي يصور بساطة الصفير الأمن السياحي ولكن أنت ضبطوك كما قلت لكم جاءت تعليمات أن يسارحوا ما تخوك تكسي وتروح لا إزم مخاطرة تكون في حدود الصفر كيف الكربة اللي هزيته لسفاقز جاءت ووصلت المطار الجولف دو نفس الجولف دو أنا ما أشكون بش أعرف معناها اللي عماد بوسلامة كان يتبع في العملية حتى يوصل مشتكلم هاذا عماد بوسلامة عنده أجانس أجانس وعند يعني مشارك وهذا موقفين على ذمة القضية سيراوف كلهم في حال صراحة يعني لو كتب للقضية عن المحكمة مثلا مش حتى حد مقوف يعني مش تكون محاكمة سورية محاكمة بيضاء الحب الأكد سيراوف بعد إذنك لو تسمح وذي الأخلاقيات العمل الصحفي راه كل الأسماء اللي ذكرتها عندها الحق أنها ترد معناها في الواحد ونتفاه هذه أسماء قاعدة تذكر أحنا قاعدين قدموا في رواية هيئة الدفاع بناءا على الكونفيرانس دي بريس اللي عملتها أما أنبه أن كل الأسماء المذكورة وهي ذكرت أيضا في الندوة الصحفية معناها وتذكر الآن في البرنامج لها الحق أنها ترد خبر مشروع الاغتيال يخي ما نزلش في آخر خبر خلفلة روف خلفلة نزلوا وش كون عطاهولوا عطاهولوا العاون اللي يخدوا في القرويان هذك حسب التقرير اللي موجود في المصالح مشتركة أي تاريخ يا روف هبطت الخبر أي تاريخ لا قبل يا نجيب هو قبل هو قبل يقول قبل كان يمكن جهاز العملية القبل ذكر الاخبار اللي هبط أنه استنفار أمني تحسبا لمعلومات حول عملية ما في صفيقس لا الهو الاخبار هبط بل تنفيذ الارتيال وفا صدعوا ومن طرف الفرقة اللي في الجرجاني وسامعوا من يجاك المصدر فهو تكتم مع هذا كل موجود في تقرير من أدراك أن المصدر هو السيد القروات اي هو تكتم عليه قال قانون مرسوم الصحافة يحاولي باش ماذا نذكر المصدر أنا سوف تريخ تريخ الخبر عند خلف الله أي تاريخ بل بنهار بنهار